وهو متعلق بدوري أبطال إفريقيا إحنا نبارح قلنا وده كان صبق صحفي لنا هنا على شاشة قناة الأهلي إن رسميا ماتش الأهلي وستاد أبي جان في الجولة الأولى لدوري الأبطال يوم الثلاثة ستة وعشرين نوفمبر ومرس الكولر طالب إن يلعب الماتش الساعة ستة مساء طب النهاردة إيه جديد؟ الآله لما يسافر قطر هيلعب ماتش يوم 14 ديسمبر وماتش لو كسب بإذن الله يوم 18 ديسمبر طب ماتش 14 ديسمبر مش هينفع ليه؟ مش هينفع في أفريقيا في التوقيت دا لإنه عندك ماتش في قطر تحت شعار الفيفا أو تحت مظلة الاتحاد الدولي طب الاتحاد الإفريقي بيفكر إزاي؟ خدوها مني من دلوقتي وأنا قلتها من شهر وحصلت فكلين لما قلت لكم ما تستعجلوش على جدول الدوري فيه ترحيل جاي للمسابقات أنا بعيد القرى من تاني للأسف انت عملتوا الجدول والجدول هيتعدل تاني الناس تقول لي بس ليه كده؟ ليه البشرة السيئة دي؟ ما تقول لنا خبر حلو؟ يعني أنا مجبر أحاق لبطل أنا عايز أقول لك معلومة إيه المعلومة؟ إن الجولة اللي هتبدأ من 22-12 و 26-12 و 30-12 عقب عودة الأهل من قطر هيحصل فيها تعديل هيحصل فيها تعديل هيحصل ارتباك في جدول الدوري ليه؟ لأنه لما تعمل جدول الدوري اللي عمل الجدول محطش في حسبانه إن الأهل ممكن يكسب العين لأنه لو كسب العين هيسافر قطر فهيلعب في قطر طب لما يلعب في قطر هيتأجله الجولة الثالثة أمام شباب بلوزداد في الدوري أبطال إفريقيا طب الاتحاد الإفريقي عايز يعمل إيه؟ الجولة الثالثة يوم 14-12 فمش هتتلعب طب الجولة الرابعة مع بلوزداد في الجزائر يوم إمتى؟ 4 يناير طبعاً الاتحاد الإفريقي مزي ما علينا يعني مش هيلعب الجولة الثالثة بعد الجولة الرابعة مش هينفع لازم الجولة الثالثة الأول حتى لو مؤجلة هتتلعب الجولة الرابعة فكلام نهائي الجولة الثالثة هتتلعب قبل 4 يناير قبل 4 يناير لأن 4 يناير إنت عندك مطش في الجزائر مع بلوزداد طب هتلعب مع بلوزداد إمتى في القاهرة وإنت عندك مطش في قطر 14 ولو كسبت 18 بإذن الله الاتحاد الإفريقي هيعدل ويحط المباراة يا 22-12 يا 26-12 مش هقولك 30-12 لأنه مفوضي الأهل يسافر الجزائر وقتها فمش موالع يجيب بلوزداد القاهرة ويرجع بي تاني على الجزائر يا 22-26 اللي اتنين دول تحديداً فاهم مباراة للنادي الأهل ليه؟ الهل هي لعب مع اسموحة 22-12 وهيلعب مع المصري 26-12 إذن توقع تأجيل للأهل في الفترة اللي جاية نتيجة إن الأهل فاز على العين هي تأهل يلعب في قطر وبالتالي مباراة بلوزداد هتتأجل وتتلعب في الإسبوع الأخير من شهر 12 لأنه مش هينفع يلعب جولة الثالثة بعد الجولة الرابعة لأن الجولة الرابعة هتتلعب يوم 4 يناير يبقى إذن الكاف خلاص استقر على إقامة مباراة الأهل وابلوزداد المؤجلة من الجولة الثالثة عاقب عودة الأهل من قطر ده كلام نهائي ومعلومة رسمية ولكن التاريخ اللي هتحط في المعاد هيأجل ما بين إسبوع لإسبوعين في مباراة الدوري وإحنا شايفين جادوا للدوري لما تم الإعلان عنه ما بيحطش مؤجلات لأ ممكن يأخر إسبوع عن إسبوع آخر بالعشر أيام بحيث إن ده كلها تلعب في نفس الجولة في نفس الإسبوع فلما هيأجل للآله مثلا نفترض سيء يعني ماتش الآله واسبوحة يوم 22-12 الجولة دي كلها تتأحل وبالتالي هيرحل على اللي بعده وهيرحل على اللي بعده فأنت بالتالي هو باسم الله الرحمن الرحيم أول تأجيل يعني دي البداية أول تأجيل هيكون في المرحلة دي وأنا أقول لكم كلام هتسمعه رايب جدا ماتش الآله وابلوزداد المؤجل من الجولة الثالثة هيتلاقف في المرحلة دي في الفترة دي لأن الجولة الرابعة في الجزاريوم 4 يناير فإدارة المسابقات ربطة الأندية تشتغل من دلوقتي تتواصل مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي تعرف في الخطوة إيه عشان ما يتفجئش بقرار يربك له حسابات الدوري لأن انت لسه في الجولة الثانية حتى نفسك بتأجل الجولة الثالثة والربعة والخمسة وهلوم مجرى لأن ما فيش مساحة للمؤجلات انتحاطت الأسابيع كلها بطريقة نهاية تتلعب في توقيت واحد واربعة ما فيش حد يكون عنده مباراة مؤجلة في الأسبوع كذا تتلعب يوم كذا لا الجدول المراضي مختلف تماما عن الفترة السابقة عموما ده كان خبر حصري عن تغيير مرتقب على جدول الدوري بسبب تأجيل لقاء الأهل وابلوزداد والمصدر في الكاف أكد على أن مباراة الأهل وابلوزداد في الجولة الثالثة هتكون عاقب عودة الأهل من قطر يا رب بإذن الله الأهل يرجع بعد يوم 18 أهلعب 14 وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونكسب ونلعب 18 مع الريال على استاد لوسيل ونرجع بعدها فدل يحصل فيه الأيام اللي جاية بدري بدري كده بنحاول نوصل كل التفاصيل لجمهورنا في كل مكان